يقول السائل هل تجوز الصلاة وفي شعر مادة لزجة مسبتة للشعر وليجوز مسح الرأس في الوضوء نعم يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لبد شعر رأسه أي ضم بعضه إلى بعض بمادة يقال له لبات تشبه الصمغة وبقي على ذلك ما يقارب خمسة عشر يوما عفوا نعم ما يقارب خمسة عشر يوما فقد خرج من المدينة يوم الخامس والعشرين منذ القاعدة وبقي بهذه إلى أن تحلل يوم العاشر منذ الحجة والله أعلم